توفير الطعام للإنسان وهي قضية وحدها والله يا إخوة وإخوات كافية لإقناع الناس بطلاقة القدرة الإلهية فيقول رب العالمين فليمظر للإنسان وإلى طعامه أنا صببنا الماء صب سبق أن قلت لكم أن دورة الماء حول الأرض من أعظم دلالات طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق ربي أخرج لنا من داخل الأرض 1400 مليون كيلو متر مكعب من الماء هذا الماء لو بقي راكدا على سطح الأرض لأسنا وفسد لأن كل سنتمتر مكعب من الماء بيع فيه بلايين الكائنات الحية وتموت فيه فالماء يفسد بالركود فربي صخر طاقة الشمس تبخر جزء من هذا الماء كل سنة هذا الجزء 600 ألف كيلو متر مكعب من هذا الماء أغلبه من البحار والمحيطات وأقله من على اليابسة ف500 ألف بخروا من البحار والمحيطات و100 ألف من اليابسة وبعدين من رحمة الله بنا وفضله علينا لما يأتي المطر يمنى على أهل اليابسة بـ 65 ألف كيلو متر مكعب زيادة عما تبخر منها يعني تبخر منها 100 ألف ينزل عليها 165 ألف الـ 65 ألف زيادة دي بيتلعب دور مهم جدا نصطها الأرض شق الفجاج والسبل تكوين التربة تنطيف الجو ري النبات والحيوان والإنسان خزن جزء منها في داخل الأرض في صخور الأرض ثم تبقي فضل البحار والمحيطات هذه الدورة لا يمكن الإنسان أن يدعي أنه لا يدعي أنه لا يدعي فيها من فين يمكن يقول لنا ممكن أتحكم في تدخير الماء هذا أو إنزاله لا دور هي فضل من الله ونعمة وذلك يقول أن صببنا الماء صبه يعني إشارة ضمنية رقيقة إلى رحمة الله بنا في تدخير جزء من ماء الأرض سنويا حتى يمقيه ربنا تبارك وتعالى ويعقبه ويطهره وذلك يقول وذلك يقول وذلك يسمع ماء طهورة وذلك يسمع ماء مباركة حتى تستمر الحياة أشارك الشمس تبخر الماء يطلع بخار يبعط رب العامل رياح تحمل هذا البخار يتكون السحب ثم هذه السحب لا تنطر حتى تأتي رياح أخرى محملة بما يسمى نوة تكفف هبقات قبرة دقيقة تلقى حادثه فينزل المطر بالقدر والمكان والزمان الذي يحدده ربنا تبارك وتعالى وذلك قلت لكم في المحاضرة السابقة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في جمع من الصحابة ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه وإنهي صحابة يا رسول الله يأتي القحط سنوات متتالية ثم تأتي السيول مورقة جارفة يقول له ما من عام بأقل مطرا من عام ولكن الله يصرفه والعلم الآن يقول لنا أن كمية المطر على كل الأرض ثابتة ولكن التوزيع بعلم الله وحكمته وقدرته يعني قد تأتي سنوات جفاف في منطقة المناطق ويعوضها مطر غزير في منطقة أخرى فكم الماء ثابت يعني ومن يحكم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى لا يحكم لرب العالمين الغربين بيحاولوا يقولوا أن إحنا ممكن نتحكم في المطر يعني ما يلاقي السحب جات ليطلعوا يرشوها من طرات الفضة يوعين ينزل المطر لكن ينزل فين يعني لا يصطي أحد أن يحدد أين ينزل معلينش أطول عليكم شوية أنا كنت أدرس في جامعة الكويت في أوائل السبعيديات من قرن العشرين القرن العشرين والكويت كانت في نهضة كبيرة في هذه الفترة فجوها الأمريكان وقالوا إحنا ممكن نحاول الكويدي الجنة لأن زي أبا ألبس مطارس طيب تعملوا إيه؟ نطلع من رشة السحب وتمطل عندهم الخطاب جاي من الزرط الخارجية الأمريكية للخارجية الكويتية الخارجية حاولتها ونظرة التعليم العالي ونظرة التعليمية اللي حاولتها للجامعة ورئيس الجامعة حاولهول فكتبت علي المطر من الرزق والرزق من الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يدخل في الرزق عبد من العباد فلا تصدقوا كلام الأمريكان زعلوا جدا مني يعني وفي كلهم يجوا جلت شهور سبحانه الله في هذه سنة تأخر المطر جدا جلت السحوب طلعوا رشوها بنطرت الفضة فانطرت في ذلك المطر العربية المتحدة حقيقة يعني لا يملك هذا إلى رب العالمين حقيقة والأسف أنا كنت في قطر من شهور وبرضو لقيت الإسرائيليين رايحين يقنعوا قطر إنهم يسحبوا الصحب يعني يسحبوا الصحب من مناطق بعيدة وكلا تيجي فوق قطر طيب ولقحت الصحب مين يضمن أين تمطر لا يملك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول رب العالمين هنا أن صببنا الماء صبه يعني لا يملك إنزال المطر إلا الله سبحانه وتعالى لا سلطان لأحد من الخلق على عامة المطر أبدا لا سلطان والبطر من الرزق والرزق يعني لا يطلب إلا بطاعة واللي عايز الرزق يطلبوا بطاعة زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سن لنا صلاة للسسقاء ومن الثابت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع كبير من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ما صلوا صلاة للسسقاء إلا وجاء المطر فالمطر يأتي بالطاعة يأتي بالعباد أن صببنا الماء صبه ثم شققنا الأرض شق يعني إيه هذا الكلام يعني أغلب المفسرين بيقولوا أن المطر بيشق الطرق ويشق الفجاء بيوصبه صحيح؟ لكن مش ده المقصود هنا يعني ربي يجعل طربة الأرض مكونة من معادن سمى المعادن الصلصالية كلي منها يعني صلصال أنه المعادن هذا يعني يوجد فيه رقائق دقيقة للغاية هذه الرقائق تحمل على سطحها شحن كاربائية وتحمل على سطحها جزء من الهواء وتحمل على سطحها بعض بقايا الأحياء فلما يأتي المطر يحرك كل هذا أولا الماء يطرد الهواء فيجعل هذه الرقائق تتنافر إلى أعلى وبعين الشحنة الكاربائية اللي في الماء تتنافر مع الشحنات الكاربائية على الصلصال هذا تتنافر إلى أعلى حتى تنشق لتفسح طريقا سهلا للسويقة الطرية الندية المنبثقة من داخل البذرة النابتة ولولا هذا ما انبتت الأرض يصوروا لو أن تربة الأرض بغير هذا التركيب ما انبتت الأرض أبدا وذلك ربنا سبحانه وتعالى بيشير إلى هذه النعمة يعني أن أصببنا الماء أصبه ثم شققنا الأرض شقة المقصود به شقة طربة لإفساح طريق سهل للسويقة الطرية الندية المنبثقة من داخل البذرة النابتة فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا طبعا الحب يشمل كل أنواع الحبوب يعني القمح والذرة والشعير والشوفان والشيلم وكل ما تخيله من الحبوب يعني فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وربنا سبحانه وتعالى خص العنب ويمكن أننا قلت في المحاضرة السابقة أن طبيب بريطاني مرض بسرطان وعجز عن علاج ذاته ذاب إلى أفريقيا فنصحوا بالتداوي بالعنب فعاش عدة شهور لا يأكل إلى العنب فبريء برءا كاملا وعمل كتاب اسمه التداوي بالعنب والكتاب ترجم في السعودية إلى اللغة العربية ترجمه شاب من طلابنا من عائلة نصيف والله كتاب لطيب جدا التداوي بالعنب فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا القضب هو كل نبات يحش فينبوت زي البرسين زي الملوخية زي النعناع يعني النباتات القضب هو القص أو الحش فبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا خص العنب بالذات لأن الله يعلم أن فيه من الفوائد الشيء الكثير والقضب كل نبات أخضر يحش فينمو ويؤكل أخضر بالإنسان بسط الإنسان بسط الحيوان وزيتونا ونخلة وأيضا خص الزيتون والنخل لأنهما شجرتان مباركتان وحدائق غلبة الحديقة هي البستان المحاط بصور إما صور مبني أو صور من الأشجار الملتفة وحدائق غلبة والحديقة يعني بستان لأشجار مثمرة محاط إحاطة كاملة إما بالبناء أو بالأشجار الملتفة اتفافا شديدا ويعني أحدق به يعني أحاط به يعني معنى تسمية الحديقة أتنى بها حبا وعنى من القضة وزيتون ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا يعني جمع الفاكهة كلها في مجموعة وحدة وخص منها العناب وخص منها الزيتون والنخل والأب هو الكلأ الذي يأكله الحيوان سواء كان أخضر أو يابس الحشائش التي تنبت بطريقة طبيعية يعني القش التبن يعني كل ما ينبت يأكله الحيوان سواء كان أخضر أو يابس متاعا لكم ولعنعانكم طبعا لما يعرف الإنسان أن الله سبحانه وتعالى خلق لنا أكثر من ربعمائة ألف نوع من النباتات ربعمائة ألف نوع كل نوع ممثل بعشرات الأصناف وكل صنف يمثل ببلايين الأفراد لا يمكن لعاقل أن يتخيل